في تعليقه على دور المبعوث الأممي فولكار بيرتس عبر مجلس السيادة السوداني عن رفضه لأي دور وسيط لبيرتس بين الأطراف السياسية في خطوة قد تقوض الجهود الأممية لحل الأزمة السياسية في السودان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو قال في تصريحات صحفية إن مبعوث الأمم المتحدة فولكار بيرتس يجب أن يكون مسهلا وليس وسيطا بين الأطراف مشيرا إلى أن البلاد باتت على مفترق طرق بسبب امتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية دقلو شدد على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصالح البلاد خاصة وأن أي انتخابات لا يمكن أن تجريد بدون تلك الأحزاب وفق قوله ومع دخول المشاورات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان أسبوعها الرابع أكد المبعوث الأممي فولكار بيرتس في تصريحات صحفية أن النتائج لا تزال غير واضحة مشيرا إلى أنهم لا يريدون توقيعها في المرحلة الرهنة البعثة الأممية في السودان ذكرت في بيان أن بيرتس عقد جلسة مع عدد من الأحزاب السياسية ومنها تجمع الميهنيين السودانيين والتي طرحت سابقا مبادرة لحل الأزمة أكدت فيها على قدرة الأمم المتحدة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة أطلاق مجاورات أولية مع الأطراف السودانية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية بعد احتجاجات مستمرة ردا على أجراءات استثنائية تخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان